أكد صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حرص مملكة البحرين على مواصلة عملية التطوير في كافة المجالات من خلال عمل تكاملي بما يسهم في استمرار مسيرة النهضة والنماء وتسريع وتيرة الإنجاز بما يتماشى مع متطلبات المسيرة التنموية الشاملة للمملكة سموه نوه بما تحظى به السلطة القضائية في مملكة البحرين من رعاية واهتمام من حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدة حفظه الله ورعاه جاء ذلك لدى لقاء سموه حفظه الله اليوم بقصر الرفاع سعادة المستشار عبدالله بن حسن البعينين رئيس محكمة التمييز نائب رئيس المجلس الأعلى للقضاء حيث قدم لسموه تقريرا حول مبادرة تطوير العمل القضائي في مملكة البحرين وأشار سموه إلى أن تطوير المنظومة العدلية يصب في تحقيق مبدأ العدالة وترسيخه باعتباره ركزة أساسية لتعزيز الأمن والاستقرار بما يسهم في الدفع بمسارات التنمية بمختلف القطاعات لافتن سموه إلى أهمية مواصلة المبادرة الداعمة للتطوير والاستثمار في تنمية الكوادر الوطنية العاملة في السلك القضائي للمضي قدما نحو مزيد من التقدم والازدهار من جانبه أعرب سعادة رئيس محكمة التمييز نائب رئيس المجلس الأعلى للقضاء عن شكره وتقديره لصاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء على ما يليه من دعم يسهم في تعزيز الدور الذي يطلع به المجلس الأعلى للقضاء في تعزيز سيادة القانون وحماية الحقوق والحريات ترجمة نانسي قنقر